هاي أنا علا مصطفى والنهارده رسمة جديدة الرسمة دي عشان جانا بنت خلتي وهي كانت عايزة رسمة لأجواء رمضان فكررت ان انا ارسم الرسمة البسيطة دي بالمناسبة جانا شخصية رقيقة جدا وحساسة جدا وجميلة ما شاء الله اللهم بارك حتى وهي طفلة ما كانتش فيها عادة الاطفال اللي هي تنقل الكلام سبحان الله لأ منوية صغيرة هي شخص محبوب ويتحب كانت لما تسمع حاجة ما بتقولهاش ابدا ابدا حتى لو حد سألها عليها ما تقولهاش ما تقول معرفش تتوهم في الكلام اي حاجة غير انها تقول الحاجة اللي هي شابتها او سمعتها ومن هنا حبيت جانا اكتر لانها شخصة امين على كل حاجة الصرح الامانة هي صفة مهمة جدا في المؤمن الامانة تكلم عنها رسول صلى الله عليه وسلم وتكلم عنها الصحابة وامرنا الله سبحانه وتعالى بها كمان الامانة بالنسبة لي هي مفتاح الشخصية لكل حاجة جميلة الامانة في العبادة ان تؤدي الفرائض كما امرنا الله بها وفي امانة لحفظ الجوارح فاليد امانة والعين امانة ما ينفعش ان احنا نشوف حاجة تغضب ربنا ولا ينفع ان احنا نمسك حاجة تغضب ربنا او نمد ايدينا على حاجة مش بتاعتنا كل دي امانة كمان هي صفة من صفات الانبياء فتخيل انت يبقى عندك صفة من صفات الانبياء دي حاجة جميلة جدا طبعا ولقب بيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الامين فانت لو عندك امانة الناس هتحبك وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيديك رزق كتير وخير كتير كمان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى راضي عننا كل ده بالامانة ايوة كل ده بالامانة عرف الجنيه اللي الناس بتطنش ان هترجعوا لصحابه الجنيه ده الجنيه ده امانة لازم ان يرجع لصحابه يعني ما نستسهلش في ان احنا نقول لا خلاص ده جنيه يعني اين مشكلة ايوة هو مبلغ بسيط قوي بس للأسف هو ذنب كبير قوي فانخلي بالنا من الحتة دي وما نوقعش نفسنا في الغلط وما نشتريش جهنم برخص الطراب فاجرب تكتسب الصفة دي لو هي مش عندك وشوف الخير اللي هيعم عليك كمان السعادة اللي هتبقى حاسس بيها مثلا مثلا لو انت قاعد قاعدة كبيرة مع حد وقرروا ان هم يقضوا بشهادة حد فاكيد هيروحوا للامين اللي موجود فاتخيل لو انت الشخص ده او حتى عايزين يشيلوا حاجة عند حد فهيروحوا برضو للامين الموجود محدش يروح للخين ولحد هيصاحب خين ولحد هيصق فخين فخليك امين حتى في ابسط الحاجات وانت سمعت زمان فيديو عن الشيخ نبيل العواضي كان بيتكلم فيه عن الامانة وذكر قصة جميلة اوي اوي لأحد العلماء زمان كان هو بيحج طبعا العالم ده وكان فقير جدا 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 وهو بيحج فلاقى عقد من لقلق فده طبعا اختبار صعب جدا انك تلاقي حاجة قيمة وغالية وملهاش صاحب المهم فبيحكي الشيخ فبيقول ان هو قاعد يدور على صاحبه في الحج تمتخيل اصلا عدد الناس بتبع عاملة ازاي في الحج هتدور على مين بس هو من كتر شدة الامانة اللي كانت عنده كان بيدور على صاحبه المهم فسمع ان فيه رجل عجوز ضاع منه عقد فراح للشيخ ده وسأله عن مواصفات العقد فقال له كذا وكذا قال له ايوة فقال له العقد بتاعك هم شوفوا شدة الامانة والجمال ما تعبش ما تضيقش مقال لأ هدور عليه فين ده ناس كتير قوي لأ هو كل اللي فكر فيه ان الامانة من صفات المؤمن المهم ان العالم ده روح سافر يعني خلص خلص حج بتاعه وسافر وهو مسافر على بلده راح حلب وقعد في مسجد من المساجد وكان جعان جدا جدا بس طبعا ما عاش فلوس لانه فقير المهم فوقت الفجر جو من الناس وكان امام المسجد مات توفاه الله فطلبوا من الراجل لما لقوه صاحب علم قالوله صلي بينا المهم صلى بيهم وبعد ما صلى بيهم طلبوا منه ان هو يقعد معاهم ايام يعني لاني خلاص امام المسجد التوفاه النوم ما فيش حد يصلى بيهم تاني فقعد معاهم ايام لحد ما الناس قالوله اني امام المسجد المادة عنده بنت والبنت مش متزوجة فا ايه رأيك لو تزوجتها واقعدت معانا وصلت بينا وبعد امام المسجد على طول فقال خلاص انا موافق لان هو كده كده كان فقير ومعندوش حاجة فاقعد بس اقلهم انا معيش حاجة اتجوزها بيها المهم امام تزوجها بعد الرضاغة طبعا وفي يوم من الايام شاف عندها العقد فبيقول سبحان الله من اين لك هذا العقد يعني مستغرب العقد ده انتي جيبتي منين قالت له يعني هاي استغربت اشمعنا العقد ده فراح بيقول لها ان العقد ده كان ضاع في الحج وحكى لها القصة وقال ان هو ايه اداه لشيخ كبير فقالت له هذا الشيخ ابي وهو امام المسجد وهو اللي مات وقالت وكان يدعو اللهم زوج ابنتي رجلا مثل ذلك الذي ارجع العقد الي سبحان الله شوفوا الامانة بتفقى عملة ازاي والامانة بتوصل صاحبها الايه وعلى فكرة الستة دي كانت ميسورة الحال وهو كان فقير جدا فسبحان الله الامانة بتعمل اكتر من كده وبتوصل صاحبها لمكانة كبيرة جدا بس كده ربنا ربي يرزونا الصفات الجميلة دي صفات الامانة صفات المسلم وينعم علينا بها باذن الله بس كده انا كده قلت كل اللي عندي في الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا انا قلت اتكلم في قصة جميلة تدينا امل ان الدعاء بيتحقق وكمان ان نتعرف اكتر على صفات الامانة صفات المسلمين ونحبها عشان نبقى عايزين نبقى احسن طول الوقت وما تملوش وانتوف تتفرجوا على الرسمة واتمنى برضو تكون عجبتكم دي رسمة بسيطة جدا ممكن ترسموها في اي ورقة هي ورقة كشكول عادية خالص زي ما قلت قبل كده اصلا الرسم مش مقتصر على حاجات ساعات برسم على توال وساعات برسم على ورق تقيل وساعات كمان برسم على ورق اي فور اي حاجة قدامي برسم عليها مش شرطة جيب حاجة مخصوص حتى الادوات اللي باستخدمها ادوات بسيطة جدا اللي هي الوانر في المصدر بتاعت الاطفال اللي كنا بنستخدمها واحنا عيال صغيرة في المدرسة هي دي جيبها من اي مكتبة جنبك والوان خشب برضو العادية جدا وبس كده اتمنى تكونوا ببسطوا يلا باي